كابتن فودا خلنشوف معاك الحالات التحكيمية لإمبارات الاتحاد وضمك تفضل المفاعل إن شاء الله طبعا بالنسبة لإمبارات كانت بقيادة تركي الخضير وحكم فيديو محمد الحربي حنشاهد في الإمبارات أربع حالات هذا طاقم التحكيم أمامنا الآن والحالة الأولى كانت في الدقيقة 15 من زمن المباراة كرة عرضية قفز أحمد حجازي على لاعب نادي مهاجم نادي ضمك داخل منطقة الجزاء تركي الخضير كان متمركز بشكل صحيح لكن لم يتخذ القرار الصحيح وركل الجزاء لم يعلن عنها الضمك وكان مفتحين ألاحظ قبل لا يلعب حتى لو لعب الكرة يدك ذراعك لا تكون في المنافس وركل الجزاء لم يعلن عنها وحكم الفيديو أيضا يتحمل مسؤولية هذه الحالة التي وضعت تقنية الفيديو من أجل مثل هذه الحالات كان اللعب لما يطلع الآن لازم يضم يديه لا لا يده اليسار في رقبة المهاجم قبل لا يلعب الكرة وحتى لو لعب الكرة ما يطلع بالشكل هذا اللي حصل من المدافع نادي الاتحاد أحمد حجازي كان مفترض حكم الفيديو يستدع حكم المباراة وينبه على هذه الحالة اللي حصلت في الدقيقة 15 من زمن المباراة لو نشوف الحالة تركي الخضير واقف على قوس منطقة الجزاء وقريب جدا من الحالة كان مفترض أنه يتخذ القرار لكن ما اتخذ القرار الصحيح في الدقيقة 15 ركل الجزاء لم يعلن عنها لنادي ضمك الحالة الثانية أيضا في الدقيقة 20 نلاحظ في سقوط لمهاجم نادي ضمك داخل منطقة الجزاء هل في دفع من المدافع هل فرد يده لاحظ الآن المدافع لم يقفز لكن وضع يده في ظهر المهاجم لاحظ عملية الدفع الآن اللي حصلت من دافع نادي الاتحاد وأيضا ركل الجزاء لم يعلن عنها لنادي ضمك في الدقيقة 20 من زمن المباراة وهذه الحالة أيضا يتحملها الحكم المساعد تركي الخضير كان أمام لاعب لم يشاهد هذه الحالة كان مفترض أن يتم الاستدعاء من حكم الفيديو الذي يوضع من أجل عدالة في اتخاذ القرارات في الحالات التي لم يشاهد الحكم لو نلاحظ الآن لحظة الدفع في لاعب نادي الاتحاد أمام تركي الخضير قفل على زاوية الرؤية كان حكم الفيديو مفترض أن يستدعي الحكم في هذه الحالة الدقيقة 23 الدقيقة 23 هدف الاتحاد كان هدف صحيح في لاعب نادي الاتحاد كان في موقف تسلل لكن لم يتداخل في اللعب ولم يتداخل مع خصم وبالتالي الهدف صحيح الذي تم تسجيله في الدقيقة 23 من زمن المباراة الحالة الأخيرة في الدقيقة والحالة الرابعة كانت الدقيقة 52 نشاهد الحالة أضمك يطالب ركل الجزاء لكن حقيقة كورة ضربت بجسم مدافع نادل الاتحاد أحمد حجازي ولا توجد أي مخالفة أو ركل الجزاء وبالتالي كان قرار صحيح تساب ركلة ركنية في هذه الحالة وهذه أهم أربع حالات في مباراة أضمك والاتحاد كابتن سمير عثمان لك حق الرد عندك تعليق علي حالة لا أنا أتفق مع كابتن محمد في كل الحالات مع هذا الحالة الثانية اللي هي المطالبة بركلة جزاء الثانية الأولين هي خلاص دي مع فاش خلاف بس الثانية أنا شايف أن مهاجم ضمك يعني هو اللي رأي عاوز ياخد الخطأ يعني اللعيب مدافع الاتحاد اللي هي الحالة الثانية بتاع بركلة جزاء اللعيب نادل الاتحاد حطت إيده وما فيش أي عملية دفع عملها حتى لو نلاحظ مش هتلاقي إيديت فردت خالص وبالتالي وبالتالي لا أنا مع ترك الخضير في الكرة دي استمر اللعب خلي بقى إحنا عملنا هنا بالسلو سلو موشن اللي هي تبين إنه في دفع بس في الواقع ما فيش دفع هو اللعيب مدافع الاتحاد حطت إيده وده بيرجع لضهره بيرجع بضهره الأولين هي اتفق إنه ركلة جزاء بس الثانية دي تبقى اللي أنا شايفه بصراحة لا البطء اللي هي تبين إنه فيه دفع بس فالواقع لا أهو حطت إيده بس ما فيش دفع من وجهة نظري بصراحة نشاهدها العملية الفرد اللي حصلت دراع المدافع عن هذا الاتحاد فردت وبالتالي حتى لو المهاجم حاول أن يلعب كورة مدافع عن هذا الاتحاد لم يحاول أن يقفز ولكن لاحظت دراع وضعت في ظهر المدافع المهاجم وتمت هذا عملية الدفع يعني المهاجم المدافع عن هذا الاتحاد كان يقف وضع يده في ظهر المهاجم وقام بعملية الدفع احتلم قرار الكابتن سمير لكن هي ركل الجزاء لم يعني عنها حكم المباراة خلينا نروح الفاصل ونعود خليكم معنا